مجزوات تسع أهلا بكم بداية وفي الشأنية التربوي يشرف اليوم وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعبد بولاية تيبازا على افتتاح ندوة وطنية لمديرية تربية تخصص للتحضير للدخول المدرسي المقبل أشغال والندوة تستمر على مدار ثلاثة أيام وقبل انطلاق الأشغال سيقوم الوزير بمعينة وتدشين بعض المؤسسات التعليمية ووضع حجر الأساسي لانطلاق مشريع أخرى وقصد إعادة بحث السد الأخضر انطلقت بولاية عامة العملية الكبرى للتشجير عملية عرفت مشاركة أكثر من ألف شاب من مختلف ولايات الوطن لغرس ثلاثمائة مليون شجرة على مساحة أربع مائة ألف هكتار وتدخل هذه المبادرة ضمن مخطط استراتيجي يحمل أبعاد بيئية واقتصادية جديدة دوليا وفي مستجدات الوضع بفلسطين المحتلة واصلت قوات الاحتلال الصهيوني سلسلة غاراتها وقصفها المدفعية ملحقة نظرارا كبيرة بالمحافظة الوسطى في القطاع استشهد على إثرها سبعون فلسطينيا على الأقل وأصيب مائة آخرون بجروح الغارات والصهيونية استهدفت كذلك مدينة خانيون الجنوبي القطاع ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط جرحا جلهم أطفال ونساء كما شهدت محاور التوغل شمالي غزة اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي مستمرة هذا وانسحبت قوات الاحتلال فجر اليوم من بلدة عزون بقلقيليا بعد اقتحام استمر لساعات أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين على الأقل فيما تشهد مدينة جنين ومخيمها والبلدات المحيطة بها مواجهات واشتباكات عنيفة مع شبان الفلسطينيين إثر مداهمة منازل وأحياء المدينة في أخبار الرياضة وتحسب لنهائية كأس أمم إفريقيا كوديفور الفين وثلاثة وعشرين أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم أول حصة تدريبية له بعد وصوله أمس للعاصمة الطوغولية لومي وذلك ضمن تربصه التحضيري الذي تتخلله مبارتان وديتان أمام منتخبي الطوغو والبورندي يومي الخامس والتاسع جنفيا الجاري مبارتان لتجريب خطط خبر وطني التكتيكية وضبط معالم تشكيلة الأساسية التي سيدخل بها الموعد القاري الذي ستحتضن هو كوديفور ابتداء من الثالث عشر جنفيا وسيغيب والدولي الجزائري أمين كويري عن قائمة الخضر المعنية بخوض غمار المنافسات بسبب الإصابة هذا ختم مجازة التاسعة شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة في أمان الله شكرا